طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تقبل الله من أموكم صالح الأعماء الله يحييكم ضيوفنا العزاء نحن الآن في هذا المقر وهو مقر وقف الرحماء الذي نحن متبنين في برنامجنا وفي هذا القناة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغليقا للشر وجرة العادة أن ضيوفنا نمر بهم على هذا المعرض وهم أيضا يطربون أن يحضرون ويتكلمون مساهمت منهم لو بالكلام فيما ينفع الناس فهذا وقف الرحماء رحمة بالفقير واليتيم وتفضل يا أخونا أبو عبد الله الله يسلمك أحفظك مثل ما قلت أبو عبد الله والأحبة جميعا ويعرفون أن هذا الوقف من الأوقاف المباركة اللي الإنسان يحتسب فيها الأجر والثواب عند الله جل وعلا هذا الوقف الذي يضم شاء الله الأيتام والأرامل والمريض والطالب وتفريج الكربة والفقير كل هذا يا إخواني هذا الإنسان يجعل له نصيب يجده يوم القيامة أحوج ما يحتاج إليه فالإنسان ينفق ويبذل ويتصدق ويجده ما شاء الله عند الله جل وعلا فأنا أدعو الجميع المتابعين والمتابعات والمشاهدين والمشاهدات كل الأحبة أدعوهم لمثل هذه الأوقاف هذا الوقف الذي تتبنى قناة بداية أسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم يوفقنا وياهم وهو التابع لجمعية عروة الخيرية ووقف باسم وقف الرحمة رحمة بالفقير واليتيم نعم فأحرص على مثل هذه الأوقاف وأحرص على مثل هذا البذل العظيم الذي ما شاء الله 250 ريال وقف يعني صدقة الفرد ما شاء الله تباركه 500 الوالدي نعم و700 ما شاء الله الأسرة صحيح فأنت ابذل وعي عبد الله وبادر إلى هذا وأنفق ينفق الله عليك جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى عطاه كلام وعذابه كلام إذا أراد شيء يقول له كن فيكون فأنت بنية صحتك بنية صلاح أولادك بنية ما شاء الله تفريج الكرب من فرج عن مسلم من كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نعم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي صدق شوف لاحظ هذا الأمر العظيم وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نوقن على هذا الأمر ونبادل إليه ولا نتردد يا أخواني في أقل وقت بل لحظات تجد هذا التطبيق هذا الجوال تجد تطبيق الراجحي وتدخل على جمعيات الخيرية وعلى جمعية أروى وعلى الوقف الخيري الوقف الخيري وتبدل ما تستطيع ما هو شرط إذا ما عندك مئتين وخمسين بل لو ما عندك إلا خمسين ريال صدق يعني الأنسان ينفق ما يجد فيجد عند الله سبحانه وتعالى يأجروه ويثيبه الثواب الحسن سواء الله يجعل الله وإياكم من المحسنين ومن الباذلين ومن المنفقين يا رب العالم آمين يا محمود بالله قفل الماك أزعجني قفل الماك أخوي سالم سام كلمتك طنعم كلمتي يقول الله سبحانه وتعالى أننا في مكان هالرحمة أنا أتذكر أن العنوان هذا يشدني شوي الله سبحانه وتعالى يرحم الراحمين هو يرحم الراحمين ويرحم اللي يرحمون فرحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليه للقلوب السليمة الطيبة البيض اللي ترحم ضعافة عبادة في الأرض ترحم رسولنا رسالة كلها رحمة للعالمين فكيف البناء هذا الله نحن قدوة نتبع محمد صلى الله عليه وسلم وقدوة اتباعنا لمحمد ما هو بس بالشكل يجب أن يصير الخير كله من ضمنه أنك ترحم الضعفة بما تستطيع من صدقة من كلمة طيبة من فعل الخير من دلالة على الخير وهذا باب من أبواب الخير اللي هو الرحمون يرحمهم الرحمة يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم يفعلوا الخير ومن فعل الخير لا يعدمش جوازيهم جوازيه نعم فنسأل الله نيعنوا وياكم على الخير وياهم ونيعينهم ويعينهم بما يستطيعون ومن تبرع من استطاع بالستطاع من إيثن طيبة يبشر بالخير الله يضاعف من يشأ أحسنت أسأل الله أن يستخدمنا وأنتم في طاعة وارضاء ويجعلنا وياكم من المنفقين ويجعلنا وياكم من المتصدقين ويجعلنا من يسمعون الكلام ويتبعون أحسنه ويجعلنا دالليل للخير دائم والعلم الغانم هذه معلومات الوقفة أمامكم في الشاشات والبركود موجود في الشاشات تقدرون صوروا البركود والتبرع أصبح سهل في أقل من دقيقة أدخل على القائمة الرئيسية أختر تحويل ثم أختر جمعية خيلية ثم أختر جمعيات البر وخدمات الاجتماعية ثم ابحث عن جمعية عروة وأختر الحساب الوقف الخيلي وتبرع بما تجد به نفسك سهم الفرد 250 سهم العائلة أو الأسرة 500 ريال وسهم الوالدين 500 ريال وسهم الأسرة 700 ريال و750 وتبرع بلا جد من نفسك حتى إذا ما قلت على سهم تبرع حتى لو 100 لو 200 لو 50 لو 10 ريال وما عند الله أكثر وأجزل والله يضاعف لمن يشاء الله يجعنوا إياكم من المنفقين يجعنوا إياكم من اللي إن شاء الله يقول لنا اسمن في هذا الوقف وغيره وسوف يختم هذا الوقف يوم الأيام وسوف يفرحون كل من ساهمه وكل من شرق يقول أنا ليد في هذا الوقف أنا ساهمت أنا الحمد لله كنت شريكا في هذا العمل الخيري الله يوفقنا وإياكم طاعة ورضاه في اختام هذا الحلقة لا يسعني إلا أشكر ضيوفي العزاء أخوي الشاعر سالم ابن سلمان أسباعي شكرا لك يا سالم أزاك الله خير مشكورين على العمل الخير ذا كله وعلى ما قدمتم من برامج طيبة ومن كلام طيبة عسنا وإياكم من هله الله يبيض وجهك شكرا يا أبو عبدالله الشيخ فلاحم طيري الله يسلم على حضورك يحفظك وبارك في عمرك والله أنا سعدت حقيقة بهذا اللقاء هذا المجلس الطيب وبيت الحكمة ولقائي مع الشيخ الشاعر سالم أبو تخيل أبو علي أبو صالح كل الأحبة أبو عبد الرحمن سأل الله يجمعنا وإياكم على الخير وأنا دائما أدعو لك يا أبو عبدالله صاحب جماعيل وامور طيبة الله يرفع قدرك الله يبارك لك يا أبو عبدالله يبيض وجهك وجه جميعا حضر شكرا يبو تخيل الله يوفقنا وإياكم من طاعته يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله غدا في نفس الموعد وضيوف متجددين ومواضيع متجددة ونتمنى دائما في كل يوم أن نقدم ما يرضي الله تعالى عننا ثم ينال على استحسانكم جمهورنا الغالي فأنتم استر في نجاحنا بعد الله سبحانه وتعالى نتقيكم على خير نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيب علي عبر شاشة بداية في بيت للحكم